سلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد وفصفة جديدة على قناتي اليوم ان شاء الله سنحضر معكم كيك عادي بمقادير جد بسيطة كيجي الشيش كيستحق التجربة ان شاء الله تجربو وينال اعجابكم تابعوا معي المقادير والطريقة ديال التحضير غنحتاج لي 3 ديال بيضات ضروري كيكونوا بحرارة المطبخ عندي كاس غير ممتلئ ديال زيت نباتية نفس الكاس عبر سبيل السكر كاس غير ممتلئ عندي 1 ياغورت بنكهة ديال الموز وعندي هناية دقيق مغرب الدقيق بالحلويات من نوع الممتاز كيس من السكر منسم بالفانيلا وجوج اكياس ديال الخميرة الكيموية من وزن 7 جرم من وحدة عندي قشور ليمونامح كوكا ورشة من الملح ومعلقة صغيرة ديال الخل غدي نخدمه غير بطراب اليدوي في اينا غدي ندير البيض وغنضيف كيس من السكر منسم بالفانيلا رشة من الملح رشة خفيفة وكاس غير ممتلئ ديال السكر الخاشين غدي نخدم هاد المكونات مزيان مع بعض عاد نضيف بقية المكونات هنا من بعد ما ختمت السكر مزيان مع البيض احتدب لي السكر غدي نضيف كاس غير ممتلئ ديال زيت نباتية غدي نضيفه شوية بشوية وانا كنخلط وغنضيف معلقة صغيرة ديال الخل معلقة صغيرة ديال الخل كتعطي لها شاشة الكيك ديالنا وكيجي شيش من داخل قطني كيجي رائع في المداق وخفيف وناجح مئة في المئة الى تبعته الطريقة يعني كيك عادي يومي وبمداق هائل الصراحة الياغورت ديال الموز كتعطي واحدة نكهة في الكيك افضل من بقية النكهات يعني اندي الفانيلا او اي نكهة نكهة ديال الموز كتجي في الكيك روعة مع قشور ديال الحامض وما كتكونش فيه نهائيا ذاك الريحة الي كتكون في البيض ذاك النسملة ديال البيض ما كتكونش في الكيك بالعكس كيجي واحدة المداق وبواحدة الريحة كتعطيه هو كيكون في الفران يعني كتعطيه في الطار ريحة رائعة وبمداق هائل وناجح كيف كتشوفوك كيف غتشوفو معايا ان شاء الله كيجي شيش من داخل ومن فوخ وضروري تتبعو الطريقة ديال التحضير باش ينجح معاكم الكيك ديالكم ان شاء الله هنا كنخلط المكونات مزيان عاد نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق على حسب البيض انا دائما كنستعمل فال المكونات كنستعمل جوج كيسان ديال الدقيق ولكن اليوم عندي البيض شوية صغير يعني جوج كيسان حيث منهم معلقة كبيرة ديال الدقيق دائما عندنا ميزان حيث كيختلف البيض يقدر يكون البيض كبير يقدر يكون صغير ومن كيكون البيض كبير ضروري هنا كنستعملو جوج كيسان يعني فرد المقادر جوج كيسان ديال الدقيق انا هنا غضي نضيفه غير بالتدريج شوية بشوية حتى نحصل على واحد القوام اللي كيكون خفيف باش يجي الكيك ديال نهشيش هنا غضي نضيف الخامير الكيموية 14 جرام يعني جوج اكياس ديال 7 جرام في المجموعة 14 جرام مغرب اللاحتة هي غضي نضيفه هنا باشي لابقت فيه شي كورة ما ضوش لنا في المكوينة ديالنا غضي نضيفه في الصفاية هنا غضي نخلط الدقيق ودائما في الكيك نخلطوه اتجاه واحد كان بعض الاخوات كان يخلطوه الاتجاه من اليامي اليسار ومن اليسار اليامي لهذا غلط يعني في الكيك نخلطوه من جهة وحدة كان اسرار ديال نجاح الكيك ضروري الواحد يتسبعهم باش يجي الكيك من فوق وما يتحشينا في الفران هنا كنخلط دقيق وغننضيف شوية كيف قول دائما عندنا ميزان ناحتي كان حصله على واحد العجين يعني واحد الخليط كيكون خفيف ما كيكونش تقيل سافي هنا ضفت جوج كيسان حيت منهم معلقة كبيرة ديال الدقيق والدقيق ضروري يكون مغربل من قبل سافي هذا هو القوام ديالوك كيف تشوفوه كيجي بقوام خفيف شادوا معي القوام ديالوه خفيف هنا اخديت المول دهنته بالزبدة وشيت عليه الدقيق من احسن دهنو المول ديال كوم بالزبدة احسن من زيت اذا كان المول كيتلصق انا عندي هاد المول يعني ما كيتلصق ولكن ضروري كندهنو بالزبدة احسن وكن رشو عليه الدقيق وهنا في النجاح ديال كيك ضروري كان عليو يدينا باش تخرج لنا الهواء ويجي الكيك ديالن في الشاش من داخل بهالطريقة يعني كان عليو يدينا كان عليو الإناء وكنكوبوه ومن نجاح ديال كيك ضروري ما نحلوش على الفران حتى الدوز 30 دقيقة او على حساب الفران حتى تشمو دوك الريحة يعني كتعطي باللي الكيك ديالكم طيب عاد ديال الساعة حلو على الفران ولكن الى حلته على الفران وهو باقي ما طيب اكيد غادي تنزل معكم الكيكة انا شعرت الفران ديالي من قبل على درجة 180 درجة حتى يكون سخون بزاف عاد ندخلي الكيك ديالي ونخليه بالنسبة للفران ديال الضو 30 دقيقة عاد نشعليها شوية من فوق حتى يتحمر لنا الكيك وكنحيدوه وتشوفو الشكل نهائي ديالوكي كيجي صراحة كيجي روعة وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرجته من فران دهنتو بالقليل من مربع ديال الفريز وزينتو بالقليل من الكوك وتزين كيبقى اختياري وهذا هو شكل نهائي ديالو كيف كتشوفو كيجي طالع وكيجي خفيف ومفشش وبواحد المداق رائع جدا ان شاء الله تضربوا اكيد غينا الاعجابكم كنشكركم بزاف على المتابعة وعلى التعليقات ديالكم الرائعة وعلى التتبع ديالكم ومرحبا بكم مرحبا بالناس جداد والناس نقدام وإلا كنتو مجدد معايا ما تنسوش الضغط على زيل الاعجاب وعلى زيل الجرس بش تصلوا بكل اشتركوا في القناة